أكاديمية الكفيل للإسعاف الحربي التابعة للعتبة العباسية المقدسة تختتم دورتها التخصصية السابعة والأربعين وتحتفي بتخرج ثلة من المتدربين من مختلف ألوية الحجز الشعبي المقدس وذلك على قاعة مجمع الشيخ الكوليني قدس سره الشريف تستمر أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي بدوراتها التدريبية الآن وصلنا إلى الدورة السابعة والأربعين على التوالي هذه الدورة كانت مخصصة لمجموعة من الحجز الشعبي من ضمنهم فرقة العباس القتالية وكذلك عصائب أهل الحق تدريب على برنامج تيترابلسين عنائب إصابات القتال التكتيكي ولكن هذه الدورة كانت بحضور وإشراف الأكاديمية الأوروبية المشرفة مهنيا على الأكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي فعيد جدا بتواجدي مرة أخرى في أكاديمية الكفيل للإسعاف الحربي وجودي هنا تقييم برامج العناية الحربية الطبية كانت لي الفرصة بأن ألتقي أشخاص في الميدان يعملون باقصى طاقتهم من أجل تعميم الفائدة فعلا أنهم يحبون عملهم وسيكونوا ذو شأن وسينقذون العديد من الأرواح في أرض الميدان وتطبيق ما تعلموا من البرامج الطبية وأرى أن المدربين مجدين بعملهم هذا هو طريق النجاح دورة تخصصية استمرت خمسة أيام نظرية وتطبيقية اشترك بها ما يقارب العشرين متدربا تلقوا محاضرات تفصيلية بكيفية العناية بإصابات القتال التكتيكية في أرض المعركة وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين استفادنا هواية أمور كانت عندنا أخطاء سابقة من خلال الإصابات والسسمة وأدت إلى وفيات كثيرة ولكن بفضل الله ومحمد والبيت فضل بركات أبو الفضل العبات هذه الدورة طورتنا تكتيكيا نتعامل الشيء نتعامل ويجريح ونحاول نسعفه ونقدم أقل الخصائر في المعارك طبعا هذه الدورة كانت مميزة جدا وتجربة جميلة استفادنا منها نقدر الاستفادنا منها نقدر نعكسها بالمجتمع نقدر نوصل الرسالة من كربلة إلى كركوب واللي تعلمنا والاستفادنا من عندها نقدر واحد يعلم الثاني بكركوب مجتمعنا خاصة بكركوب مجتمعنا قليل قليل جدا دورات الإصعافات الأولية الحربية جدا جدا قليلة طبعا تعلمنا في دورة الإصعافات الأولية نظام مارك العناية التكتيكية شون تروح مثلا تسعف المصاب بأرض المعركة وبعدين تنقذها لحد ما تخليها وتواصل المستشفى وهو على قيد الحياة إن أكاديمية الكفيل الإصعاف الحربية التي أسستها العتبة العباسية المقدسة خطوة مباركة لزيادة الخبرة لدى المسعفين الحربين في أرض الميدان وتغيير الخسائر من المقاتلين ومن خلال الدورات التي خرجتها استطاعت أن تنقذ العديد من أرواح المقاتلين الذين لبوا نداء فتوى الدفاع الكفائي والقوات الأمنية